نزهة سبتي طبيبة عامة أهلا بك وسيدتي شكرا لك شكرا لك على تلبية الدعوة وحضورك معي دكتورة في الستوديو بداية حالة طوارئ وسط الجزائريين بعضة النمر تحدث حالة الهلاء حقيقة ما تعليقك؟ تعليقي يعني كيفاش نقول دوك هو كتو ناموسا ناموسا ستون مستيك سيما كتو قرصك صح الترفيك يوجد ديمانجزان سيطريب ريجيني يعني يتحكي يرجع الإنسان يحكي بالزاف ويديو حبات يعني كامل ستسامينيه سور الكور سا فيدير يقلق الإنسان يقلق ما يعرف شوش به ما يعرفش اسكل حاجة تحبس ولا لا لا نعم دكتور انتفاخ احمرار في الايد رجل عراض المصابين هذه ربما هي أبرز العراض هلونالك عراض أخرى أو بسفه هممشني العراض تحب الاسعى يعني انغرو انغرو اللي كتو قرص ناموسا سيكمم بنا مشي حاجة لا رح تستطيع ما يقدر تكون عليها أمرات كبيرة يعني تنجم البيانو كماندير يعني تقدر هذه الاسعى تحت دينال حالة وحدة أخرى موسيقى بين النموسى هذه بعوضة المر الأسيوي و بعوضة عادية. هل هناك فرق أو عندها ميزة خاصة؟ عندها ميزة خاصة parce que هذه جوة مبعد. C'est un مستيك qui vit sur un climat tropical, dans les tropiques. Donc qui dit qu'il y a des virus qu'il y a des virus qu'il y a des virus. هو la gravité. Mais ce qui te dit النموسى ? La gravité c'est qu'il y a des virus qu'il y a des virus. Et ce virus, c'est des insectes, c'est des arbovirus, qui peuvent entraîner des maladies mortelles. يعني الخطر تعيكم في أنه ينقل أبعض من هذه المنطقة. Et de par ailleurs, cette مستيك elle est très invasive. ça veut dire تسضن ومالاحة تسضن. Donc يعني ما شين قولو بللي هاد العام وخلاص نقضع لها. راحة تزيد وزيد وزيد. لكن دكتورة تقولت أن هذا النموس عندها مناخ تعيش فيه جات منه نعم وشنين الاسباب اللي خلات المناخ الجزيرة ومناخ معتدل ونعرفوه انو بارد فشتاوحار فالصير وشنين الحاجة اللي خلات ربما جات نقولو كيفش جات هي من أسيا نعم ونعم ونعم نحن ما عندنا نحن نطر قليما seulement دورك دابري لرشرش يد كماندير دي transport ترسر دي مرشانديز يجبو الاسلاء على طريق البريا ومميز سرطو لبنى القدم رواد وهدك لبنى يكون فيه الماء الداخل parceكالبنى كيفش تعمل المستيك تبيض وحب المستيك تنجيم تعطيك تلتاليف بيضة وتخي غزيسانة قاوية البيض ومتحام يمكنك فاسيلا تلتاليف بيضة جدا حتى بماما ربما تساعد أكثر وأكثر لبوبال الموجودين يساعدون لبوبال يساعدون لبينض ما يساعدون للمستيك المام للمستيك تخبى لأنه يحب المضرب مضرب شوية أميد لذلك في الزبال تتربط سيبروح حتري لكن دكتورة الأمر الآخر هو أنه ظهور هذه البعوضة ما هوش فقط مثلا في العاصمة ولا راح في عدة ولايات ماشي غير ولايات في البلدان مام في فرنسا مام في البلدان في السنكونتين قاست كل البلدان يعني مش فقط الجزائر لا ومش هتحبس لو كان من يعني ما نقولش نحبسوها نغادي كيوا بسح نقصو كمام فعلها بس كو إلا كترت نقدر لنوصوف لهذه الأمراض اللي خطيرة نعم نتحدث أيضا على أنه مدام كل مرة يجينا خطر دكتورة يعني كل مرة يجينا خطر خطر دكتورة خطر دكتورة خطر دكتورة هل هناك يعني نتوش رأيك في ربما مخطط استعجال هناك هل الآن لابد من دعوة إلى مخطط استعجال لازمنا un plan باش نقدرو لابد من دعوة 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 في المحبس باش بقدر طلع نقضو عليها نحو المال محجر ما نخلو لها وين تولد ما ملا عندك دار جنان باركزام في هلمة كل يوم يومين تلت أيام جوزي فرغي ما تخليش ويلو كي تفرغي هي يليقلها بين البيطة باش جوز لالارف باش جوز لكل هذي كيلي صغيرة بقبل ما تجوز للموسيك لازم لها إن سمان احنا في هذي كل جمعة ما نخلوهاش تفقص من البيضة إلى الالارف سوختوا بخواميار دي شوز الماس تاقنانت نعم سيلا السول سلسل السلسل علش بساح يحب هذا النوع من الناموس علش يحب المال محجر بالذات تحط بيطها سيلا السلسل يتكسل وكانت تتلقوه هكذا نعم تحطوه في الماء تحطوه في الماء ويبقى لازم لها ذا كل النبو وهي علش تحب تقرص الناس هي تقرص اللي تقرص سيل انت لا في مال ماشي للمال لا في مال علش بسكو لازم لها كي تشرب الدم داع ذاك باش بهذه بخوتيين تاع الإنسان ولا تاع الحياوان اللي تقرصو تقدر تكون البيض باش تبيض تلت علاف حبة لازم لها تاكل دونك إلا حبينا عناش كاين عندها وقات وين تحبس الديفلوبمونت حالي هلسو ميتيبلي تتكاثر تحبس هدوك كيكون البرد خطايا ما تحملش البرد بالذات كيكون الدنيا الناشفة ما كاش الماء وين البيض انت حي فقص وكي تكون ما عندهاش مضرب فارغ ما عندهاش بش تاكل سينو تتكاثر وعندها قوة وعندها إرادة في الحياة دكتورة يعني انت قلتي الآن تحت على نقطاتين انت ذكرتهم اللي هما قبل قليل قلتلي انه هد هد النموس يقدر يتأقلم مع الوضعية هذه البلاد تأقلم وخلاص ودكا قلتي انه يقدر يموت هد نموس من درجة البرودة يعني يحبس يحبس هل لما يشو دك احنا أنا أبواب على فصل الشتاء هل شوفوا ربما يتناقص يتناقص في الشتاء يتناقص صح ماشي يموت البيط يبقى فيه مضرب ومخبيقات يبقى كيتغامع احنا في بلادنا مرحنا في الشتاء تصيب الدنيا تسخن صحيح غير تسخن يعاود يفقص صحيح نعم قاسي قاسي يعني مام كيتنشف له الدنيا مام البيط انتحاق غزيستان ما نقدرش بالخلف نقدروا عليه نعم احنا كنا تحدثنا عن المخطط الاستعجال وفي الوزارة تسحكين لكن تفعيل مثل هكذا المخطط علش دايبا احنا ما نديروش حساباتنا يعني الافونس يعني ديرو حساباتنا من قبل ما توقع هكذا امور مثلا او بيئة ولا حاجات نسلنا حتى جينا ضربة صحيحة كما نقولو حتى نفيرولو نعم بسك احنا انا كنت ميدسان دان الهيجيان communال احنا كنا فربيع نروح نديرو لالتان الارف اللي تخيز امورتان كنا كل صباح انصور نديرو لالتان الارف الروح لهادوك اماكن تاع الماء ولا ويني كون بين البيت ولا لالارف نقضو عليهم درك جي نسي پا يلا لأي تنعمل في وقتها وقانا لازم المواطني عرف قد ما تعيانتات تحارب لازم كمام الماء ينقص ما نعطولوش بزاف كيكون الف اندرو اللي فيه الماء ما نقدرش كنا وصلوا لك لازم ينقصو لازم يتعاونو دكتورة ابرز شي او النقطة المهمة جدا اللي هي النظافة هي الاهم لانو تحتوا على الوقاية خير من العلاج المشاهدين اهم شي لازم يعرفوا انو النظافة هي الاولى يعني انو الانسان يكون انقي والبيئة تعونقية طبعا ونحن نشوف انو كين تسيب كين حالة من الهم كين النظافة يعني شوفوا ولينا مهمنين كثير يعني في المجتمع شوار عنا ما هيش نظيفة القنوات الصرف الصحي ونشوف وليزوز هذو المياه القذرة راهم بكثرة يعني يعني كيف اشتوجي الرسالة ربما للمواطن اكثر حتى نتفاداو لقدر الله حدوث امراض انا يعني انا j'aurais aimé كن ردynamيز le برو d'hygiène communal واندفع واندفع اеле نتفاداو اشتركوا 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 لtir البروم اشتركوا اشتركوا ستتعرف بها المعارضة لكن من خلالكم كما تنبهو الناس والمسؤولين بخطورة هكذا أمراض دكتورنا نتحدث أيضا نعود ونرجع لبعوضة النمر هذه أنت يعطيتي إجراءات وعطيتي نصائح للمرأة والأمهات في البيوت أنهم يغطيوا والمياه نتاحهم على خطر تحط البيض انتحها داخل الماء هذا وبالتالي من بعد تتفقص وتخرج بأعداد كبيرة جدا لكن من خاصية هذا البعوض قلت أنه يعاود يزيد يقرص نعم بالنسبة لي وأيضا أنه من خاصية هذا البعوضة أنها صغيرة ما تبين مثل صلش 1 سنتيمتر لذلك أغلب الناس عندما تناقش معهم يقول لك بلي ما تحس لهاش ما تحس لهاش مثل صلش 1 سنتيمتر وعندها دي كاركتيرستيك على شعي يطولها النمر عندها دي تاش نواري بلع لجسمها ويديها دون كتوفها صغيرة ورامي كتوفها تصيب بلي منقطة تعرف بلي ستنموستيك تيغر ومستيك تيغر يتخيي قمم دانجوري نغمال ما دوك حنا عندنا في لسيتو باستور يوجد سيت ويب نغمال ما المواطن يشوفها يصورها ولا يحكمها يديرها في حاجة ويبعد هذه تصويرها لسيت ويب على اللونت باش يعرفوا بلي اللوتين الحق لنا الآن دكتورة لو نتحدث على الإجراءات الطبية يعني كيف يتم العلاج الإنسان راه تقرص وراجاته حكا إلى غر ذلك كيفاش يدير يعني هي واش عندها الأدوية بنسبة للعلاج كيفاش يكون هي واش عندها أدوية هي تقرصك الريق نتاحها هي تقرص ودير لك الريق باش تتخفف الدم باش تقدر تتجب دو نعم احنا هادك الريق نتاحها اللي ديرنا ديك الماكلة اللي نحكو مهم دونك واش تقدر تقدر غير تقوم باتخ لبخيغيت تقدر باش ما يحككش تقدر مام في دارك ببخل بسنتول بالبيكاربونات دسود غير فاقهوة في كاس ما تقدر تديرو وتحكبه وتعاود 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 كاين ببعض الناس اللي عندهم كمام حساسية هادو كيروحو الفرماسيان يقعهم الانتيستاميني كدوال اللي تتحل هاده 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 وحتى مراهم اللي لحكة هكذا يقدروا باش يقضيوا دي بوماد سبيسيال يقضيوا دي كرام دي جيل أبنز كيف كيف حاجة اللي قد كويل أبسط عندك خل عندك سنتول عندك كاربونات هاده حاجة سهلا نقدروا ما بساح السوقتو ما نخلوها شلو كانت تقرصنا أحسن الوطاة يخير نعم خيمو ما نخلو الشل محجر باش ما تكونش وإلا قدرنا يعني وكانت نا كيفاش نقول بسكو هي كتقو تقرص فلنهار تقرص جنرال من بره بقى جنعين في البركن في هدي بالإنسان دونك لازم إلا يقدر الإنسان يغطي روحو يفوق يلبس حاجة اللي تغطيه وعريضة، بسكما ما تكون ديقات قدر، عريضة ويغطي روحو، وشي قدر قانا؟ يدير دي هادوك لديفزور في دارو الداخل، يدي دي ديفزور إلكتريك، تعدد المستيك، يدير مستيك، باركزم، بابي، نديرو دي مستيك، كاين مام في حوايج، نقدرو يدي بروديو انسكتسيط على حوايج، باش ريما تحبوهنش. كاين مستيك على النوافذ؟ لا، المستيك على النوافذ، نقدرو الحمل، نغانا عنا بروديو نديرو، بسحباك هاتشريه من عند الفرماسيين، بسحبا ننبغت كل بروديو، بسكما ما راح الحامل، ولا الطفل الصغير ما يحبلوش، يجب حاجات أدابتي، حاجات تمشي معهم وتولمهم، شكرا لك دكتورة نزاسوكي على كل هذه النصائح اللي قدمنا، إن شاء الله يكون المواطن نخذها بعيد الاعتبار، باش نتفادوا كوارث أخرى ربما بسبب لي البعضة، شكرا لك دكتورة، إذن مشاهدة